اشتركوا في القناة عن تجربة شخصية وصيك بها هنا سنتناول أهم خطوة وبالتفصيل في الأقسام التالية أول خطوة يجب أن تفعلها أن تختار ما يحبه الجمهور أن تختار ما يحبه الجمهور وليس ما تحبه أنت لأن الجمهور له هدف معين يبحث عن مواضيع معينة فإذا لم تتطرق إليها كيف ستنجح قناتك فبالتالي اختر موضوعا معينا يبحث عنه الجمهور يلقى رواجا من شأنه أن يروج لقناتك هذه الخطوة الأولى الخطوة الثانية الاستمرارية في نشر المحتوى على الأقل يوميا قم بنشر فيديو واحد إذا لم تستطع على الأقل في الأسبوع مرتين أو ثلاثة قم بنشر الفيديو بتقسيمها على حسب المواعيد التي يتواجد فيها جمهورك على اليوتيوب هناك الخطوة الثالثة وهي أن تجذب الناس بمقدمتك بداية الفيديو يجب أن تختار الموضوع بشكل جيد وتعرف كيف تقدمه إلى الجمهور إياك أن تطيل في المقدمة لأن هذا سيدعو إلى النفور لا تنسى أن تكون نظرتك موجهة إلى جمهورك إذا كنت تظهر بوجهك للجمهور أما إذا كنت فقد تظهر صوتك فعرف كيف تجذب الناس من خلال هذه المقدمة فتشوقهم ليتطلعوا إلى معارف الفيديو التي تقوم بنشرها فيواصلون مشاهدة الفيديو هناك الميزة الأخرى وهي أن تطلب من المشاهدين الاشتراك ولكن لا تبالغ في ذلك بمعنى لا تلح عليهم يعني بشكل مستمر فقط أطلب منهم ذلك إما بصوتك أو قم بوضع أيقونة تدل على الاشتراك في القناة دون أن تتحدث يعني الأيقونة التي تظهر الضغط على زر الاشتراك وتفعيل زر الجرس والضغط على زر اللايك هي التي تتحدث مكانك فوظف هذه الأيقونات والخلفيات على الفيديو أيضاً أنشئ مقاطع فيديو مدتها حوالي عشر دقائق لأنها هي التي تكسبك الربح الوفير فيما بعد طبعاً الربح لا تتطلع إليه في بداية مشوارك النشر المستمر للمحتوى هو الذي يجذب لك الأرباح فيما بعد الشيء الذي تقرر عليه أو تستمر على نشره وتحرص عليه هو النشر المستمر للمحتوى وتكون الفيديوهات في بداية أمرها مدة عشر دقائق فما فوق ذلك التي مدتها أقل من ذلك أيضاً يكون فيها تفاعل وليس كالفيديوهات لكنها ليست كالفيديوهات الطويلة إذن احرص على أن تكون مدتها عشر دقائق فما فوق لا تنسى أيضاً أن تختار جودة الفيديو بدقة عالية 4K HD لا تذهب إلى المستوى الرضيء من الفيديوهات أو الجودة الرضيئة لأن هذا سيدعو إلى نفور الجمهور والجمهور تستقطبه النظرة الخاصة بالفيديو طريقة عرضها جودتها حتى الصوت إن كان الصوت جيداً أو لهذه الأمور تلعب دور بارز جداً احرص على أن لا تضيعها أو تهملها لا تنسى أيضاً أن تطلب من الناس ترك التعليقات هذه الطريقة التي تنتشر بها أو تشهر قناتك بها دائماً أطلب من الجمهور أن يتفاعل معك في التعليقات آراءهم اقتراحاتهم إن كانت لديهم مشاكل تحاول حلها تفاعل معهم بوضع القلب رمز القلب أنك تتجاوب معهم وتهتم لأمرهم هذا الأمر سيدعو إلى الاهتمام بقناتك لا تنسى أيضاً الرد على كل تعليق بإجابة وسؤال على حسب ما يتم كتابته في تلك التعليقات تجاوب مع التعليقات ولا تتجاهلها استخدم الفيديوهات القصيرة للترويج للفيديوهات الطويلة التي تقوم بنشرها مثلاً إذا وجدت أنك نشرت فيديو ولم يكن فيه تفاعل فحاول أن تقتص جزءاً هاماً جداً من هذا الفيديو حتى تستقطب جمهوراً آخرة فبالتالي الفيديوهات القصيرة من شأنها أن تروج للفيديوهات الطويلة قم بتشغيل المسابقات مثلاً على سبيل المثال طرح أسئلة بث مباشر عرض أول تحاول أن تحفز الجمهور وتجعله يتفاعل معك وفيما بينه حتى هم فبالتالي يحدث تفاعل كبير في القناة لا تنسى أيضاً أن تبحث عن الكلمات الرئيسية وتستخدم هذه الكلمات في العنوان الخاص بك لا تكتب عنوين كاذبة إياك أن تكتب عنوين كاذبة اكتب عنوين مفيدة يبحث عنها الجمهور تكون هادفة تجذبه إلى قناتك ولا تنسى أن تستخدم الكلمات المفتاحية في صندوق ماذا؟ الوصف ليس كلها يعني فقط وصف معبر عن الفيديو ثم تذهب إلى الصندوق الموالي أسفل صندوق الوصف المخصص للكلمات المفتاحية وابحث عن أهم الكلمات التي يبحث عنها الجمهور قم بكتابتها في ذلك المكان ثم تبين أهم المفاتيح التي يمكن أن تجلب لك فيما بعد ربح وفير لقناتك لا تنسى أيضا أن تحسن الصورة المسغرة الخاصة بك للحصول على نقر أفضل لأن الصورة المسغرة تلعب على نظر المشاهد فهي التي تجذبه إلى الفيديو الخاص بك فاهتم لها واختر صورة يعني تجذب اهتمام المشاهد إلى قناتك لا تختر الألوان التي تنفر منها العين هناك ألوان تجذب وتسحر النظر فبالتالي اختر صورة اختر كتابة جيدة هناك مواقع كثيرة يمكن أن تستخدمها أو تطبيقات أو برامج مثلا موقع كانفا وسبق أن شرحناه على اليوتيوب في قناتنا يمكنكم أن تعودوا إليه وتتبين أيضا استخدم وضع المشتركين فقط في البث المباشر والعرض الأول هذه الميزة من شأنها أن تجبر أي شخص يارى قناتك إذا لم يكن مشترك ويريد أن يعلق في علبة الدردشة سيضطر إلى أن يشترك في قناتك حتى يتمكن من التفاعل في علبة الدردشة ويكتب ويبعث بالرسائل التي يريدها إذا لم يكن مشترك سيحرم من هذه الميزة فإذا كان مهتما بقناتك ستجده تلقائيا مجبورا على أن يشترك في قناتك ليبعث أو يرسل أو يبعث بتلك الرسائل ويتفاعل مع الجمهور المتواجد في قناتك فميزة وضع المشتركين فاعلها من استوديو اليوتيوب في العرض المباشر أو العرض الأول والبث المباشر بعد ذلك لا تنسى أن تروج لمقطع الفيديو الخاص بك بقوة في أول 24 ساعة إما عبر البريد الإلكتروني أو عبر دفع الإشعارات أي تفعيل زر الجرس ولا تنسى أن تحمل نسخة من الفيديو الخاص بك حيطة تحترس إذا أردت أن تعدلها فيما بعد أو ما شابه هذه أهم الخطوات التي يمكن أن تتبعها لزيادة عدد المشتركين والمشاهدات في قناتك كان هذا هو موضوعنا لهذا اليوم إن أعجبكم اضغطوا على زر اللايك اشتركوا في القناة إن لم تكونوا مشتركين وفاعلوا زر الجرس حتى يصلكم كل جديد من قناتكم فا